اشتركوا في القناة اللي معروفة في البلد الفاتح اللي فاتت دي بتنقشنا فيها اكتر واكتر وجود الاستاذة حنان رمسيس اللي مشرفانا خبيرة اسواق المال والبورصة السيدة حنان منورانا مشرفانا في السيدة سبحانه سعيدة انا معكم جدا يعني قبل من ندخل في بعض التفاصيل وبعض التدعيات اللي احنا مرنا بها الفاتح اللي فاتت حابين كده يعني حياتك تقول لنا بشكل عام كده البورصة اخبارها ايه والاقتصاد دلوقتي عامل ازاي في زل اللي احنا كل الاحداث اللي مرنا بها دي بصي الاقتصاد جيد جدا ولكن ما بينعكس على البورصة نعكس تام لان البورصة عندنا بورصة نشأة فتأثير الاقتصاد فيها تأثير محدود وتأثيرها برضو في الاقتصاد تأثير محدود البورصة طبعا بتبقى الاخبار الداخلية مؤثرة عليها تأثير قوي جدا وكان في الفترة اللي فاتت كان فيه تدعيات كتير جدا تغيير مجلس ادارة بنك من البنوك اثر بالسلب على قطاع البنوك اثر على المؤشرات خل المتعملين الاجانب يعملوا خروج مستمر وكان فيه انخفاض في قيمة التداول وانخفاض في المؤشرات انخفاضات متوالية كل ما بقى فيه خبر ايجابي تستجيب البورصة بالاجاب خبر اكتشاف مصل لكورونا في الولايات المتحدة طبعا اثر الاسواق العربية والعالمية وبالتبعية للبورصة المصرية انتعشت انتعشة جيدة وعوضت لعديد جدا من خسائرها وابتدت المتعملين يرجعوا يجتني عندهم حالة من التفاول ان احنا ثبت ان الصحة اهم بكتير من المال وان في اول كورونا كانت ان فيه انخفاضات مش في البورصة المصرية بس بل في البورصات العالمية ولما ابتدت الدول بتخش بمحافظات اقتصادية لدعم اقتصادياتها ودعم البورصة ابتدت بورصات تنتعش طبعا تدعيات كورونا من المخاوف من الغلق الشامل عند العديد من الدول بتأثر في نفسية المتعملين احنا عندنا في مصر كان فيه غلق ولكن غلق جزئي وكنا في بعض النواحي يبتدينا ان احنا يزيد عندنا بقى الانتاج ويزيد التصدير يعني موضوع الحاصلات الزراعية زاد الانتاج والتصدير تعاونات الصحية وما بينها وبدول اخرى زادت بطريقة جيدة انعكست على بعض القطاعات المتواجدة في البورصة والعميل بقى دلوقتي عنده زكاء اما بيقى ان فيه ازمة يبتدي يدور على القطاعات الدفاعية اللي هي تتعلق بقى التعلم عن بعض استخدام الانترنت تتعلق بالاغذية والمشروبات تتعلق بالرعاية الصحية والادوية تتعلق بالدفع الالكتروني فكل دي بتبقى اسهم بيقدر ان هو يتعامل عليها وبتعمل تفرص سعرية حتى لو المؤشر عامل انخفاضات لما بيكون الوضع بقى مستقر وتتصدر المشاهد طبعا القطاعات الاستراتيجية زي قطاع البنوك عندنا معروف ان القطاع الاقتماني في مصر والمصرفي قطاع جيد جدا ومشهوله بالكفاء حول العالم وبناخد تصنفات اقتمانية بطريقة ادارته للديون طولة الاجل والقدرة على يعني التعامل على حرية استخدام العملة فبناخد عليها تصنفات اقتمانية لسه في الفترة السابقة يعني الاولى الاخيرة اخدنا تصنيف اقتماني تسبيل تصنيف اقتماني من قبل وكالة دولية وشايفين الاقتصاد المصري مستقر في المرحلة الجاية طبعا انت بتتكلم كمان الاقتصاد لو بتتكلم على مراحل النمو احنا برضو في الفترة استثنينة من انخفاض معادلات النمو وشايفين ان احنا ممكن نستعيد قدرتنا على النمو زي قبل جائحة كورونا يعني على عشرين اتنين وعشرين هيبقى الوضع يرجع كما كان طبعا ده فيه جهود جيدة جدا جدا فيه جهود من داخل الدولة اللي دعم الاقتصاد ولكن زي ما بقولك تأثرها على البورصة هو يعني نوعا ما طفيف ولكن برضو بيأثر بطريقة او باخرى لان كل ما بقى فيه استقرار وامان في الدولة وفيه قدرة على التعامل مع التداعيات والازمات والتدرها بطريقة حكيمة ده بيخلي الاقتصاد بتاعك ينتعش وبتخلي كمان متعامل البورصة والاستثمارات بتبقى نوعا ما مستقرة وامنة يعني وزي ما حياتك اوضحتي طبعا يعني لو اتكلمنا في فترة الفاتة عن موضوع جائحة كورونا اللي هنا متصدر المشهد في الفترة اللي فاتت دي ولكن طب لو جينا مثلا عن الايام الاخيرة دي طبعا احنا مرينا بانتخابات مجلس نواب وطبعا كان يعني هذا العرص زي ما نقوله كده العرص عظيم ان الناس كلها تشاركوا هل برضو ده ممكن يأثر على بورصة بشكل؟ بيأثر انك انت بتنفس كل الاستحقاقات الديمقراطية المتواجدة عندك وده بيدي انطباع ان الدولة دولة ديمقراطية فيها حرية تعبير عن الرأي وفيها حرية للاختيار وده بيخلي المستثمين الجانب يعني وعندهم ثقة في الاقتصاد ان هو مفهوش مش يعني سياسة قمعية ولا سياسة بتهدر الحريات لا هي السياسة بتدي البغاطن الحق فيه ادلاق بصوته او ابتال صوته زي ما بيكون هو شايف طبعا احنا دايما بنتعشم من اعضاء مجلس الشعب ان هم يعملوا لتنمية المجتمع وبالتالي تنمية الدولة انعكاسه بقى على اداء البورص على حسب بقى يعني تكاتف الجهود لتنمية مجتمعية كل ما بيبقى فيه منطقة فيها عشوائيات تبتدي تقضي على العشوائيات فانت بتقلل من الجريمة وبتكتر كمان من القدرة على التوظيف فبيبقى فيه عندك كده انخفاض في البطالة انخفاض مثلا في الدعم فده بيأثر على الموازنة العامة للدولة ممكن ان انت بيأثر كمان على الدولة ككل ان هي تنتعش اقتصادية انت تبتدي بقى ايه عندها بنود صرف على حاجات تانية اللي هي تنظيم الطرق وبنية التحتية وده طبعا بيأثر على الإجاب ان انت يجيب لك السمارات أجنبية السمارات ديه ممكن تبقى مباشرة في مشاريع وممكن تبقى غير مباشرة في قيد الشركات المتعدات الجنسيات في البورصة فتنتعش البورصة هو أثر بس أثر يعني ايه بعد لفة طويلة جدا جدا ولكن الأثر بقى اللي بيكون الأكتر جودة هو التوظيف يعني لو كل عضو مجل الشعب عنده خطة للمنطقة اللي هو فيها هيحوله إلى منطقة منتجة ويستفاد من القدرة السكانية الموجودة في هذه المنطقة انت كده هتبقى ماشي في منظومة اقتصادية جيدة والتوظيف دوت هيعمل لك ممكن تبقى من خلاله مشاريع صغيرة ومتنهية الصغر ممكن بعد كده تأيدها في البورصة زي بورصة النيل وبكده تبقى فيه دورة بقى ايه للاقتصاد ودورة ليه انتعاش البورصة طيب هو أنا معي سؤال يعني برضو حميد حدك توضحون أنه بعد أربع سنين من الإصلاح الاقتصادي هل يعني المبادرات اللي قابت بها الدولة طبعا لتحسين المعيشة المواطنين برضو كان ليها الأثر على البورصة المصرية طبعا ليها أثر حميد جدا لأن عادة الشركات اللي بتقوم بالتعاون مع الدولة لتحقيق أهدافها من المبادرات اللي بتنتهجها الدولة ممكن بيبقى فيه منها شركات كبيرة مقيد أسهمها في البورصة فما بيتعرف مثلا شركة كبيرة في مجال العقارات بتخش فيه مشروعات المباني لمحدود الدخل أو تنمية مثلا قرية من القرى أو مد وصلات المجاري والمية فده طبعا بيأثر بالإجابة على أعمال الشركة فبيأثر على نتائج أعمالها فبيأثر على ربحيتها ويخليها تعمل انتعاشها في البورصة على فكرة متعامل البورصة بيقرأ كل الأخبار حتى اللي ما بين السطور وبيعود يفسرها لصالح أو ضد السهم وده اللي بيدعم أو يخفض من قيمة السهم في البورصة مهما كان الشركة ليها سمعة طيبة جدا ولكن ملهاش في المجتمع يعني مشاركة هتلاقي ان هو الإقبال عليها ما بيكونش إقبال قوي وحتى أسعار تدولها بتبقى أسعار ما بتعلاج باستمرار فزي ما بقول حالك الأخبار الداخلية بتأثر بالإيجاب طبعا على أداء الشركات المقيدة وكمان لما بتخش في مبادرات الحكومية ويبقى ليها دور داعم سواء بأقطاع عام أو قطاع خاص دا طبعا بينعش سعر السهم في البورصة وبيخلي المتعامين يقبلوا على الشراو فبيقلق عن طريق قوى العرض والطلب طلب أكبر فبيرتفع أسعار هذه الأسهم طيب لو جينا كلمنا عن تثبيت التقييم التصنيف الاقتمالي لمصر برضو هل دا ممكن يؤثر على الاقتصاد بشكل كويس في الفتر اللي حرفي طبعا انت في غزل دول بتاخد تصنيفات سلبية حتى دول كبيرة ومتقدمة وفي دول أخرى بتاخد أن هي عندها ركو هيبقى فيه ركود اقتصادي وما هيبقاش عجلة النمو وتسير بالوتيرة المطلوبة فانت بتستسنى من هذه الانخفاضات دا معناه أن انت الفترة اللي جاية ممكن تبقى وجهة جيدة للاستثمارات من خلال معسكر الشرق ومعسكر الغرب زي ما بيقول فانت جاذب للاستثمار وكل ما هيبقى عندك في الداخل استقرار وأمان وسياسة مقروقة جيدة وتعاملات دبلوماسية ودخول مثلا في خطة عادة أعمار زي التعاونات اللي ما بين مصر والأردن والعراق دي مفيدة جدا جدا للاقتصاد المصري فدي كلها بتتحط قيد التقييم ولما بيصدر تقييم لمصر على أن اقتصادها مستقرة بنظرة مستقبلية هم ما بيدوناش إشادة يعني من جبهم لأ هم قريين الوضع كويس جدا جدا وعلى فكرة الجهاد دي ما بتجملش دايما بتقول الحق يعني أنت لو عندك أي انخفاض في معدلات في أي بند من بنود الاقتصاد هو بيصرحك وبيقول مباشرة وبل ما بيجي بيعلنها في تقييم بيبقى معروفة حتى لو أنت عايز تخبيها بتبقى معروفة للكل ففي الجايد زي في السلبي إنما في الجايد بيرفع عليك يعني مكانتك وده بيخليك الفترة اللي جاية تبقى محط جيد لأنظار الاستثمارات اللي بتبحث عن أسواق وعيدة وعن أسواق مستقرة طيب أستاذ حنا حديدك يعني كلمتين عن الشأن الداخل وجينا تكلمنا عن الشأن الخارجي طبعا انتخابات الأمريكية وطبعا حابين نعرف في زل الانتخابات كانت البورصة والاقتصاد عامل إزاي في مصر أو مش الاقتصاد يعني بورصة تأثرت ولا أو وجينا بقى تكلمنا عن فوز جو بايدن طبعا والاتجاه للديمقراطيين برضو أخبار البورصة معاي يعني لأول مرة في تاريخ المصريين كانوا بيتابعوا الانتخابات الأمريكية لحظة بلحظة وده بيرجع لحاجة مهمة جدا خلفية المصريين عن الديمقراطيين وتفكيرهم في الحريات وتفكيرهم في الديمقراطية بوجه نعام طبعا احنا كنا يعني كمصريين محبزين جدا الجمهوريين لأن لهم يعني باعة في التعامل مع المنطقة العربية وفيه تعاونات مشاركة ولكن هرجع اقول لك على حاجة يعني فوز بايدن ما اثرش على البورصة المصرية التأثير العميقة اللي الناس بتتكلم عليه وممكن يأثر على البورصات العربية اللي مرتبط اقتصادياتها بالدولار ومرتبطة بالنفط إنما احنا عندنا الوضع ما اختلف جدا جدا كما إن السيد الرئيس عالفتاح السيسي في الفترة الأخيرة نوع الحلفاء يعني بقى بيتعاون مع فرنسا ومع الصين ومع روسيا ما عندناش حليف واحد وكمان إحنا عندنا الوضع الديمقراطي هو وضع يعني من صنع مصر فما فيش حتى إن هو ينفع أن أي حال يتدخل فيه أو يشير بالرأي من بعيد أو من قريب إن ده يتعامل وده ما يتعاملش ودينا بعد إصلاح اقتصادي كان الأصعب في حياة المواطن المصري وابتدت الدولة تهتمل به المواطن وخلته هو الاستثمار الأهم فإحنا يعني البورصة في الفترة الأخيرة ما كانش يعني التأثر القوي الجامد بفوز بايدن طبعا واحدين في الاعتبار أنه هو ممكن تنخف بقى حادث الحرب التجارية ما بين الصين وأمريكا لأن طبعا إحنا عارفين أن كان الرئيس دونالد ترامب كان مهتم جدا بحماية الاقتصاد الأمريكي ضد أي معوقات أو أي سرقة تكنولوجية أو أي حاجة يعني تؤثر على هذا الاقتصاد لا بتهايلي يعني هيكون مع جو بايدن هيبقى فيه نوع من الانفتاح الاقتصادي ونوع من الاستقرار وهترجع بقى الصين مرة أخرى ققوة وهي إحنا على فكرة الشركاء استراتيجيين إحنا وصيين في العديد من المشروعات المتواجدة في مصر سواء في العاصمة الإدارية سواء في محور قناة السويس فأنا شايفة أن احنا ممكن يبقى فيه انتعاشق اقتصادية هي اللي هتأثر على البورصة في الفترة الجاية مش الفوز المباشر لبايدن بايدن تمام طيب احنا برضو يعني حابين برضو نتكلم في النقطة المهمة جدا ودي برضو شغلة بها الناس كتير على المستوى الشخصي أو العام يعني وبرضو نتكلم عن تدعياتها للبورصة وهي طبعا وجود لقدر له موجة تانية من كورونا طبعا في دول أوروبية أفلت بالفعل خلاص زاد عندها العدد بشكل كبير واحنا هنا في مصر الحمد لله الحمد لله الأمور ماشي حلوة ولكن برضو الاعداد بدأت بنسبة طفيفة يعني تعلى شوية فطبعا ده بيخلي الناس تتساءل ومتخوفة لو جينا نتكلم على البورصة المصرية هل الكلام الكتير عن أن وجود فيه موجة تانية وأن لسه ما فيش مصل ظاهر وواضح والاعداد بدأت تزيد شوية هل ده أثر؟ طبعا نازم يؤثر بالسلبة على المتعمدين بيخليهم عندهم نوع من الحذر والحيطة حتى في تعاملاتهم وبيحاولوا بقدر الإمكان أنه هم يخففهم من مركزهم الشرائية للاحتفاظ بالسيولة لمواجهة أي أزمة ولكن في ظل الإعلان الأخير عن اكتشاف مصر في أمريكا لعلاج كورونا وإن إحنا عندنا قدرة على التعامل مع الأزمة مش هقولك بحرفية لا هي ربنا فعلا سترها معنا وزي ما كنتوا بتتكلموا إن فعلا فيه أغازية إحنا ناكلها كمصريين بتعمل لنا نوع من المناعة حتى كانوا في الخارج بيستغربوا إن مصر نسبة الإصابة على الرغم من إن العالم كله بتزيد لا النسبة كانت بتقل مع إن الاقتصاد المصري ما تقفلش حظر شامل هو كان حظر جزء وبعد كده بتدينا نتعامل بشكل طبيعي بس برضو برجع أقولك للإجراءات الاحترازية لازم ناخد بالنا منها لغاية ما نقدر إن إحنا المصري اللي هو بيتكلموا عليه فأمريكا يعمم على العالم كله على فكرة ما فيش دولة هتقدر إن هي تكتشف مصري وتحتفظ به لنفسها ده من مصلحتها إن هي في الوقت اللي هي تستخدمه عندها تعممه في دول العالم كله لإنه معادلات الإصابة ممكن ترجع عليها هي مرة أخرى وممكن الدول اللي هي بتتعامل معها كتعاونات اقتصادية يبقى فيها مشكلة فميبقاش فيه تعاون اقتصادي أو فيه إغلاق فده يأثر عليهم اقتصاديا فهي كلها بقت منظومة متكملة وأنا يعني متفألة خير الفترة القادمة إن يعني الانتعاشة الاقتصادية تبقى جيدة وإحنا زي ما بقولك بنتعامل مع موضوع كورونا بحرفية ولكن بأثر على البورثة ولكن يعني تأثيره ما كانش التأثير القوي هو فيه ناس طبعا عندها حيطة وحذر ولكن مع انخفاض أسعار القسم ده بيجذب شهيدة المتعاملين إن هم يكونوا مراكز شرائية ولو يعني عندهم نوع من محبة المخاطر لأنه عارفين إن الفترة الجاية بإذن الله هي فترة أمان وصحة جيدة إن شاء الله يا رب إن شاء الله سيدة حنال ودايما كده بنتفائل وبيقول طبعا يعني على ربنا والواخير ولكن طبعا نحن متفائلين في الفترة الجاية إن شاء الله طيب برضو حابة أتكلم مع عائدك في نقطة يعني برغم زل أزمة كورونا وإن لسه ما فيش لقاح وإن فيه موجة تانية ولكن فيه ناس بتتجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودايما يعني حرف حائدك طبعا الشباب دايما بيحب أنه يبقى عنده التفكير ده كل الشباب بتبقى عايزة مش تبقى عايزة متجهة لحاجة تبقى تحت طائلة شركة أو تحت طائلة حد معي اللي هي عايزة تبقى منفتحة نفسها وتعمل حاجات نفسها فهل الاتجاه للمشاريع دي برضو بيؤثر على الاقتصاد بشكل كويس؟ طبعا المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر عصب جيد لبناء الاقتصاد القومي لو عندك دول العالم نظرت إليها نظرة فحصة هتلاقي الصين وكوريا وفرنسا ومعظم الدول مساهمة القطاع الخاص في تنمية الدولة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بيوصل لغاية أكثر من 85% ودوت كمان بيخفض طبعا نسبة البطالة وبيخلي كمان رواد الأعمال يبتدوا يظهروا على السطح وممكن منهم بيبقى فيه ناس قادة للفكر وممكن منهم بعد ساعات بتبقى فيه شركات بتبقى صغيرة وتبتدت تجبر هنا شفنا شركات كبيرة في الفترة اللي فاتت ما كناش نسمع عنها وفي ظل أزمة كورونا بتددت إن هي تنتعش وبتددت تعمل أرباح جيدة حتى إن فيه بعض الشركات للتجارة الإلكترونية حول العالم في ظل أزمة كورونا طلبت عمالة أكتر من 70 ألف عامل على مستوى العالم عشان تقطية الطلبات للتجارة الإلكترونية حتى إنهم حتى هنا في مصر طلبوا في منطقة نواحي أسيوت أراضي كتيرة عشان خاطر يعملوا مخازن للتجارة الإلكترونية فالمشروعات الصغيرة دي الدولة في الفترة الحالية اهتمامها بيها بتبقى بس خايفة لما بياخدوا القروض ما يعرفوش إن هم يسددوا في ظل مثلا يكون فيه ركود اقتصادي أو فيه عدم وجود طلب ولكن في المقابل الدولة ابتدت إن هي تعمل مع صاحب المشروع التدريب ودراسة الجدوى ودراسة السوق ويبتدي إن هو يوجهه التوجيه السليم بالقدرة المالية لتتناسب مع بأسلوب الدفع المستقبلي وحتى كانوا بيزبروا عليهم في ظل الكورونا إن هم في دفع الأقصاد وكانوا لما بيلاقوهم إن هم هيبتدوا المشروع هيتعرض الفشل كانوا بيعملوا له عادة هيكلم مرة أخرى لمساندة صاحب المشروع فأنا بقوله الشباب ما تخافوش يعني بإذن الله كورونا هتنتهي الفترة الجاية وكل واحد عنده فكر عايز يطبقه ما يستناش ولا توظيف ولا قوة عاملة ويبتدي إن هو يتجه بمشروعه إلى جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبإذن الله يجي عندنا بقى البورصة لأن الفترة الأخيرة رئيس هاتي الرقابة ورئيس البورصة يبتدي إن هم يزبطوا بورصة النيل ويزبطوا الرعاء اللي ممكن عن طريقهم إن أنت تطرح أسهمك في بورصة النيل وبيعملوا برضو نعمل الاستشارة المالية عشان اللي يعايز يطرح أسهمه في البورصة ويعمل رفعة مولية من خلال البورصة تبقى الموضوع سهل والقيد ده هيساعد كمان لحكتين بتعمل منتج جديد فبتعمل أنت عايش رأس المال السوقي وكمان بتعمل ترويج للشركات اللي هي بتقيد وبتبقى يعني مثال ناجح للشباب اللي عايز ينتهج نفس المسلك في الفضل القادمة يعني هو طبعا يعني رغم اللي احنا بنتكلم فيه وقزمة كورونا وكده ولكن أنا شايف الحمد لله الوضع مطمئن يعني وأن احنا إن شاء الله يعني الفتر اللي جاي كده نرى المصلح هيجينا إن شاء الله على قوية للسنة كده يا رب إن شاء الله والعالم كله ينتهي من هذه الجائحة وترجع بقى الأمور اللي سابق ده احنا طبعا في مصر الحمد لله كنا مشين في خطوات حلو قوي هيجاب بس أزمة كورونا دي مش عطلت ولكن يعني عملنا بس ويكينج شوية كده يعني عبرت المسيرة سنة لكن إن شاء الله احنا متفاعلين خير ودايما بيقول للمشاهدين إن شاء الله بكرة الأفضل والأفضل بإذن الله بإذن الله وأنا دايما زي ما بقول يعني حديتك فعلا من أكتر ناس اللي بتفدينا في موضوع البورصة والاغتصاد ودايما يعني بتقول لنا المواضيع كده وتدينا دفع القدام فطبعا كل الشكر لوقت حضرتك تبعا على تشريفك لنا شكرا جدا على استضافة أشكركوا جدا يا رب إن شاء الله بمرة الأفضل والأفضل الفتر اللي جاي إن شاء الله بشكري جدا مش هدينا بنشكر جدا قال لأستاذ حنان رمسيس خبيرة أسواق المال والبورصة مش هدينا بكده خلصت الفقرة اللي تكلمنا عنها عن البورصة وأيضا خلصت حلقتنا النهاردة من برنامجكم صباح مية إن شاء الله أشوفكم على الخير وصباح جديد في صباح مية وصباح الخير شكرا للمشاهدة